من اليوم يريد الاختلاط؟ أنا أقول لك من اليوم يريد الاختلاط؟ الوزير من الوزير؟ وزير التربية؟ أي ذكر قبل أيام أي حكم سيصدر بعلق الحكم المرتقب بعودة دمج الدراسة بين الطلاب والطالبات في الجامعة سيكون في صالح الدولة وسيوفر 500 مليون دينار ويرفع طاقة الاستيعابية السنوية للطلبة إلى 80 ألف سنويا فصل العملية التعليمية يعدل أكثر مشقة وكلفة على الوزارة أي قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء قانون الفصل سيصب في صالح العملية التعليمية زين اليوم نظرنا للتكلفة المالية أنا أقول لك وزير التربية لو والله يفك من تصريحاته أحسن لن مع احترامنا وتقديرنا لأبو حمد بس الآن أشوف اليوم هل تتكلم عن أرقام الرجل؟ لا لا يخالف لا تتكلم اليوم بأمر شرعي هل في رأي شرعي طاطع في الموضوع؟ شوف أنا أقول لك منح الاختلاط واضح نعم ما يجوز شرعا بس أنا شلي أقول لك يا نردون عليك وعبد الله نرجع نفتح الموضوع من الجانب الشرعي ويردون عليك ما هم مختلطين في الوزارات ومختلطين في أماكن كثيرة نخلا بس هذا تم إقراره فيه توافق فيه من قبل المجلس اللي تم أقر بعهده و تأقلم الشعب الكويت عليها و الشعب محافظ اليوم أنا حذر وزير التربية ما يصير التصريحات اللي قاعد تقولها لما قال و بعدين نفى لما قال مختطفة و الآن المناهج التعديل اللي قاعد تصير ما راح نسمح له إحنا إذا اليوم التعديل بالمناهج لا راح نسأله حتى لو أدى إلى استجوابه أهو ألا غيره ما نقبل حتى بتغيير المناهج اليوم أنا تكلمت وياك كذا مرة قلت له قلت له ترى مو زين الأمر هذا ماذا قال لك؟ قلت له أنت قاعد تخير وقاعد تستبعد أصحاب الاختصاص كان لها كلهم موجهين قلت له لا ما فيهم أنت تشوفون وين اللي يمشي معاكم وين اللي يمشي مع توجهكم قدمت له إسألة برلمانية؟ قدمت له أنا قدمت له عن التطبيق فوجهت له و قلت له دربانك ونحذر ما يجوز الأمر ترى ما أحد يقبل بالشرع لا أنا ولا غيري تقعد أنت يعني بس أشوف أنا لو الله يفك من تصريحاته أوه زين ترجمة نانسي قنقر